منذ السابع من أكتوبر وواشنطن تضبط أجنداتها السياسية والعسكرية على وقع تطورات الحرب على قطاع غزة وتحاول اهتمام الإدارة الأمريكية إلى الشرق الأوسط بعدما كانت تضع صراعها مع روسيا والصين على رأس أولوياتها الرئيس الروسي فلاديمير بوتن انتهز الفرصة وهاجم في عمق جمهورية دانياتسك الشعبية واستعاد أفديافكا بكل ما تعنيه من أهمية عسكرية واستراتيجية في معركته الكبرى مع الناتو هي لحظة دولية مناسبة إذن اغتنمتها موسكو في خضم انهماك الولايات المتحدة بالخطر الوجودي الذي يتهدد تل أبيب ومستقبل كيان الاحتلال إضافة إلى تراجع الدعم العسكري ونفادي الذخيرة الذين حملهما الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي مسؤولية الهزيمة في أفديافكا وبينما يرى محللون أن استمرار الجسور الجوية بين أمريكا ودول الناتو من جهة وتل أبيب من جهة ثانية سيضعف قدرة القوات الأوكرانية أكثر على المواجهة والصمود يرى لاري جونسون وهو ضابط سابق في وكالة الاستخبارات الأمريكية أن انتكاسة أفديافكا تشي بأن الوضع في أوكرانيا يقترب من المرحلة النهائية وأن القوات الأوكرانية لن تتمكن من تجنب الهزيمة في ظل إنهماك الغرب عنها في أوكرانيا يستبعد المسؤولون قدرة أوروبا على تعويض الدعم الأمريكي في حال رفض الكونغرس المصادقة على حزمة تمويل الكييف فيما تصر إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على استمرار الدعم كرد على سقوط أفديافكا وسط الانقسامات العمودية التي تخيم على الكونغرس في كل مرة تطرح فيها حزم مساعدات إضافية لأوكرانيا وإسرائيل أحمد طه الميادين